وينضم إلينا مباشرة من الموصل منصق حملة إعمار ألف منزل في أيمن الموصل ضياء الطاهر سيد ضياء أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية يعني بحسب الإحصائيات الوردة والأنباء بأن حجم الدمار في أيمن المدينة أيمن الموصل ما يقارب 70% ما بين منازل على بناء تحتية على جسور مهدمة بدرتم بحملة لإعمار ألف منزل هل لديكم إحصائية بعدد المنازل المهدمة في الجانب الأيمن من المدينة؟ نعم ست الإحصائيات حاليا نتشير إلى أنه وجود نسبة دمار تقريبا 70% بالجانب الأيمن من المدينة الموصل المنطقة القديمة تحديدا الإحصائيات الأولية عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الإذاعات يتشير إلى أنه يدعش ألف وحدة سكنية مدمرة بالوقت الحالي ما الجميع مهدمة بشكل كامل بعض المناطق مهدمة بشكل كامل بعض المناطق لها تحتاج بعض الترميمات وبعض الشغلات البسيطة ما جميعا نقول دمار 100% بعض المنازل مدمرة 70% أو 40% أو 30% أكو بعض المنازل شاهدناها من خلال حملتنا أنه بها نسبة دمار تقريبا 20% إلى 40% ولكن هذه العوائل حالتهم المادية كلها ضعيفة فقدوا المعيل أثناء الحرب فقدوا الأب أو فقدوا الإبن خلال المعارك أو قبل المعارك أو خلال سلطة التنظيم داعش على المدينة فلهذا السبب ما عدوا المعيل أنه يكملهم دارهم أو منزلهم ليرجعوا على بيوتهم مما جعلهم عالة على المجتمع أو عالة على الجانب الأيسر مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن في المدينة فمن هذا المنطلق انطلقت حملتنا لإعمار إن شاء الله ألف دار في الجانب الأيمن المنطقة القديمة تحديدا بجهود بسيطة جهود متبرعين عدد قليل من الناس تبرعوا بالوقت الحالي حاليا وصلنا إلى بدينا الحملة بـ 25 دار في منطقة بابلقش طيب يعني أنت تقول بأنه جهود هذا المشروع أو الدعم المالي الذي تطلقونه في هذا المشروع أو في هذه الحملة هي جهود ذاتية فقط أو دعم ذاتي فقط من أناس ميسوري الحال أليست لديكم خصة كمما أعلنته اليونامي بعثات الأمم المتحدة عن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي في العراق اللي وافق عليه مكتب البنك الدولي في الشرق الأوسط قيمته 200 مليون دولار ما لكم بيها حصة صراحة أكو حصة ولكن اتأخر الدعم يعني صار لحد لها ما يقارب سنة ونصف من عمليات التحرير التحرير الجانب الأيمن ولكن دعم كل شي ضعيف لحد الآن لحد لأن أكو مناطق لحد لها ما تنظفت منشاة الأنقاض منا تحديدا منطقة الميدان منطقة راس الكور منطقة نهاية سترشخان أقرب الساعة لحد الآن حتى الأنقاض ما نشالف من المنطقة فلهذا سبب الجهد الدولي تأخر مما أدى إلى ثقل الكهل المواطن الموصلي تحديدا علما أنه مدينة الموصل أو المنطقة القديمة طبعا أنتم كيف تتعاملون مع هذه الأنقاض الحربية المتروكة لازلت في الجانب الأيمن للمدينة ويمكن هناك أيضا جثث لحد الآن موجودة تحت الأنقاض نعم نعم لحد الآن أكو جثث موجودة تحت الأنقاض ولكن حاليا نحن بدأنا بالمناطق التي عادت الحياة بها منطقة باب لقش ومنطقة باب جديد الحياة عادت تقريبا نقول 70 أو 80% يحتاجون نماء ويحتاجون كارباء ولكن الناس عادوا بسبب ضيق العايش بسبب أنه معواهم وبيتهم الأساسي هو أهم شيء يرجعوا إليه فلهذا السبب أننا بدأنا بهذه المناطق صراحة جتنا حالات في منطقة راس الكور ومنطقة الميدان حالات يندى لها الجبين جدا حالات كسيفة الآن معي بعض الأسماء لهؤلاء الناس قدموا ملفات وقدموا فايلات أنه يحتاجون إعمار البعض أنه فقدوا يعني عندنا عائلة من العوائل فقط أربع شهداء في منطقة راس الكور تحديدا أكو أحد الأشخاص الميسورين اتصل بالحملة وقال أنا مستعد أنه أتكفل ببناء هذا البيت ويرجعوا كما كان ولكن عندما ذهبنا وشاهدنا المنطقة لاحظنا أنه من الصعوبة جدا الرجوع إلى في ظل هذه الصعوبات الخدمية وعدم أو انعدام وجود البناء التحتية والخدمية مستوصفات مستشفيات ماء كهرباء كل هذه الأمور غير متوفرة هذه المناطق رجعوا بها عائلات كانت نازحة في الأيسر رجعت إلى هذا الجانب الأيمن أم لا يزالون في الجانب الأيسر وشقد عدد العائلات اللي رجعت ما عندي حصية عن عدد العائلات اللي رجعوا ولكن منطقة بابلقش تحديدا تقريبا 70% من الناس رجعوا منطقة سرشخانك وبعض العوايين رجعوا منطقة شارع خادم البيت بعض العوايين رجعوا لأنه يعني ضيق العيش بسبب ارتفاع جور السكن في الجانب الأيسر من المدينة وصلت لإيجارات حاليا سكن إيجار بيت 200 متر يوصل إلى 400 أو 500 ألف فهذه العائلة ما عندها معيل ما تستطيع أنه تعيش بهذه الظرف يعني إيجار 400 ألف هو عنده دار موجود في الجانب الأيمن هل تناشدون الحكومة الاتحادية لتقدم شيء لتخفيف من هذه المعاناة باختصار لو سمحت أكيد أكيد ناشد المنظمات الدولية ناشد الحكومة الحكومة المركز ناشدهم بأنه يسرعوا بالمساعات يسرعوا بالتعويضات لهؤلاء العوائل صراحة أن هناك حالات يعني بعض العوائل في الجانب الأيمن تحتنا في منطقة بابلقش حاليا أمامي حاليا أو حاليا خلال الحرب مات معيل العائلة بسبب الجوع أكثر من عائلة عدنا جتنا حالات هذه ملفات أمامي حاليا كثير حالات ماتوا بسبب الجوع بسبب قلة الغذاء قلة الأجسامون وقلة المساعات التي عادت صلم فنحن ننهيب حكومة المركز وحكومة المحلية إلى أنه يسرعوا بالتعويضات يسرعوا بتنظيف ما تبقى من المناطق الأخرى مثل منطقة الميدان ومنطقة راس الكل تحديدا لأن الحياة بها من عدم مئة بالمئة شكرا جزيلا لك على هذه التفصيلات والتوضيح مباشرة كنت معنا من الموصل منصق حملة إعمار ألف منزل في أيمن المدينة أي الموصل ضياء آل طاهر شكرا مرة أخرى